تعرب دولة الامارات العربية المتحدة عن قلاقها العميق إيزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين وتدعو دولة الامارات في بيان أصدرته وزارة الخارجية جميع الفصائل المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إنهاء القتال والعودة إلى الحوار كما تدعو مجددا جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءة فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتدعو دولة الامارات إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة وتعرب دولة الامارات عن بالق قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات واتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين وخاصة للأطفال والنساء وكبار السنة وتنشد دولة الامارات مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان وتؤكد دولة الامارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون